بطلتنا النهاردة اسمها امبو بنوتا عندها 13 سنة هي كانت بتحب تروح تتكلم مع الشجرة دي لانها ما عندتش بتحب تتكلم مع بشر امبو كانت معتقدة ان هي احسن سيادة في قبيلتها مع انها في الصد يعني ما كانتش قد كده ولما بتجرب ان هي تعمل فخ بتعم بيجي طائر ويصطادها هو وياكل الطعم بتاعها اما ده بقى كبير القبيلة واللي باين عليه انه كبر وعجز وتعبان وعلشان كده عايز ينقل القيادة بتاعت القبيلة لبنت زومي بيقول لها انها لازم تنقذ القبيلة من اللعنة اللي حلت عليهم واللي بسببها ان الناس بقت على طول مريضة وكمان معدوش لقيين اكل والسمك بيموت في المياه بس زومي بتقول له هي ومامتها انها مش هتعرف لوحدها وان هي عايزة صاحبتها امبو تبقى معاها وتساعدها ماما كوني بتقول لها ان امبو لسه صغيرة وضعيفة دي حتى ما بتعرفش تصطاد بس مش معنى الكلام ده ان هي ما بتحبهاش ماما كوني هي اللي ربت امبو زي مربت بنتها زومي بالزبط وده بعد موت ام امبو اللي هي برضو كانت صاحبتها جدا وبنروح له امبو اللي لسه متشعلقة بالحبل بتاعها وبيجي لها واحد من القبيلة اسمه اتوك بس واضح ان هو ما بيحبهاش خالص وكمان كان شايف ان هي اللي جايبها اللعنة للقبيلة بتاعتهم بتطلب منه ان هو يفكها علشان تروح تحضر حفل التتويج بتاع صاحبتها علشان تبقى زعيمة للقبيلة هو ما بيرضاش يفكها بس بيسيب لها زكينة بعيد شوية عنها علشان تفك نفسها ولما بيسيبها ويمشي بيظهر لها اتنين شبه تيمون وبومبة بتوع سيمبة وبيقولولها ان هم عروحها المرشدة ما كانتش مصدقة ان هم حقيين بس بتأكد ان هم حقيين لما بيعرفوا يفكوها وبيقولولها ان هي ممكن تلاقي حل اللعنة اللي على القبيلة بتاعتها وان اللعنة دي حاجة كده اسمها شبه الكورونا ورانا ورانا بنت الصارمة وان فيه شجرة معينة هي اللي فيها حل اللعنة دي وبيقولولها ان هم هيساعدوها علشان تروح للسلحفة العملاقة اللي هتدلوهم على مكان الشجرة المقدسة بتروح انبو تحضر حفل التدويج صاحبتها وهناك بتحكي لهم على الارواح اللي هي شفيتهم واللي قاعدت تتكلم معاهم وكمان قالولها ايه عن اللعنة وان ازاي تفكها بس لما بيجي وقت ان هم بيظهروا للناس ما بيظهروش وتتحطف موقف وحش قوي وطبعا الناس كلها بتفضل تطحك عليها من كسوفها بتجري على الغابة علشان تهرب من الناس وبيظهر لها تيمون وبومبة دول ويقولولها ان هم كانوا بيهربوا من يا كورونا شيطان الغابة اللي هو اصلا مسبب اللعنة اللي بتموت السمك انبو بتروح بسرعة علشان تحكي لزومي بس زومي بتمنعها ان هي تروح وتجري ورا خيالاتها دي وهنا مومة زومي بتقعد معاها وتحكي لها عمامتها وقد ايه كانت جميلة وصيادة عظيمة كمان وانها برضو كانت بتتكلم مع الارواح وبتقول لها انتي طالما جالك المرشدين تبقي ورست ده منها وبتتكلمي مع الارواح زيها انبو بتقول لها بس دول هبلة قوي وهي بتقول لها هم بيبقوا قصدين يبقوا كده علشان يسبوك تكتشفي الباقي اللي هم مقلهوش ومامتك كانت موصياني اول لما تشوفيهم احكي لك الحكاية كلها من الاول بس دلوقتي نامي وبكرة الصبح هحكي لك كل حاجة تاني يوم بتسحى وتروح تاخد زومي علشان يروحوا لمامتها علشان بتحكي لها الحكاية بس بيلاقوها ان هي ماتت وراحت معها الحكاية وكده زومي مش هتصدقها وقاتوك بيتهم ارواح انبو انه هم اللي عاملين كده وانبو بتزعل من زومي انها ما دفعتش عنها وبتسيبها وبتخرج قاتوك بيحاول يحذر زومي من انبو وبيقول لها ان هي سبب اللعنة اللي احنا فيها بس هي بتقوله لأ احنا متربين مع بعض ولو كلامك ده صح اكيد بابا كان اعرف من زمان وقاتوك لما بيلاقيها ان هي مش موافقة في الرأي بيتضايق وبيمشي وبيقول ان هو لازم يقضي على اللعنة دي بنفسه بتروح زومي تحكي لباباها علشان تاخد رأيه وهو بيقول لها خدي فارسين معاكي وطلعي وراهم ليعمل فيها حاجة انبو بتروح للشجرة اللي بتكلمها علشان تحكي لها اللي حصل وخلاص بتكرر ان هي تروح مشوار السلحفة الضخمة علشان تعرف منه مكان الجدر اللي هيشير اللعنة وبنبدأ رحلتنا في البحث عن السلحفة بيظهر لها المرشدين بتوحها في الطريق وبيعرفوها ان هم مش كل مرة هيساعدوها فيه اوقات هيقدروا وفيه اوقات لا وهم ماشيين بيشوفوا دخان من بعيد انبو بتتشد المكان وبتروح تجري عليه ولما بتوصل بتلاقي المكان مليان عمال ومهندسين وشغالين حفر وتفجير وبتشوف الشخص ده اللي لما بيشوفها شكله بيتغير وبتطلع منه ارواح شريرة وبتجري وراهم وبتفضل تطردهم لحد لما بيوصلوا للنهر بيقدروا يعدوا النهر بس واضح ان الارواح ما بتقدرش تيمون وبومبة بيقولولها ان هم خايفين من الميا بس امبو كانت شايفة ان هم خايفين من السلحفة وان هي كده اكيد قريبة منهم دلوقت بتروح امبو تدور على السلحفة وقت ما بيظهر اتوك اللي كان ماشي وراها وبينزل اتوك وبيخطف امبو ويربطها ويغم يعنيها وبيقعد يحكي لها عن صيادة جميلة وبتعرف امبو ان هو بيتكلم عن مامتها بيقول لها ان هو كان بيحبها بس هي اخترت واحد تاني غيره ولما بتسأله هي اخترت مين قال لها مش مهم المهم اني اخلص على اللعنة دلوقت بس بيحصل حاجة زي الزلزال كده وبيقع اعتك مغمي عليه وامبو بتقع في المياه ولما بتطلع من المياه بتظهر لها السلحفة السغنانة دي وتقول لها تعالي ورايه بيدخلوا مكان جميل جدا وبتظهر لها السلحفة الضخمة ومطلعش اسمه بس هي طلعت فعلا سلحفة ضخمة جدا السلحفة يا كمان بتحكي لها عن مامتها مش هنخلص احنا النهاردة العالي وبتقول لامبو ان روح مامتها موجودة في الشجرة اللي هي بتكلمها على طول وان الجزر اللي هيوقف اللعنة موجود في الشجرة دي بس لازم علشان تطلعه يتقطع بسلاح معين معمول من حجر الامر وانها لازم تروح دلوقتي وتدور على الحجر ده بس بتقول لها لازم تعمل حسابها في هدية علشان الكسلان حارس الحجر يرضى ان هو يساعدها وهي في طريقها للكسلان بيظهر تيمون وبومبا اللي بيعرفوها ان الكسلان بيحب الشجرة دي فبتاخدها هدية ليه ويفضلوا يطلعوا بالشجرة على الجبل وبعد تعب كتير بيقدروا يوصلوا بيها لمكان الكسلان بتطلب منه حجر الامر بيقول لها عادي فوق اهو تفضلي خديه بتقول له لأ المكان بايد وانت لازم تساعدني ما كانش عايز يساعدها في الاول لانه ما تحركش بقاله سنين بس اول لما بتديله الشجرة هدية بيقوم عامل شبه موظفين الحكومة وامطلع حجر من تحت الدور لأ وكمان بيعمله لها على شكل اسلاح علشان تعرف تستخدمه وخلص وقعد يأكل في الشجر زومي بتكون وصلت لقاتك اللي كان فاق وكان قابل الرجل الشرير اللي كان خلق الارواح تجري وراء امبو والشرير ده بيقول لها انه معاه علاج لحالة باباها بس في المقابل عايز يعرف اماكن الدهب بتاعتهم فين زومي بتوافق وبتاخده معاه القرية علشان يعالج باباها ويعالج الناس اللي تعبنين كلهم وبتروح على الشجرة وبتلاقي امبو اللي رجعت بالحجر هناك وبتعرفها ان في حد في القرية بيعالج الناس وشكل كده اللعنة هتروح تاخدها معاها البيت علشان تشوف باباها اللي تحسن كتير بس هناك برضو بتشوف الشرير وبتطلع تجري بتحاول تفهم زومي انه يبقى هو نفسه اللعنة بس برضو ما بتصدقهاش الشرير بيلاقي ننضارة اول ما بيلبسها شكله بيتغير اكن فيه حد جواه عايز يخرج وقت ما بيدخل اتوك عليه وبيكتشف حقيقته وانه هو نفسه ليا كورونا بيحاول الشرير انه هو يخلص منه بس بيقدر يهرب وبيطلع يجري بيروح الشرير اللي زومي وابوها بعد ما تكشف وبينجح انه هو يسيطر عليهم علشان يعرف منهم مكان الذهب على طول اتوك بعد ما يارف الحقيقة بيروح لانبو وبيتأسف لها وبيساعدها ان هي تجيب الجز وهم الاتنين بيحطوا سلاح حجر الامر في الشجرة بس فيه مفاجأة كبيرة بتحصل وبتخرج مومتها من الشجرة مومتها بتقول لها ان كانت مستنيها اللحظة دي من زمان وبعد ما بتسلم عليها بتسأل على رمح دهبي فبيطلع مع تيبون وبومبة دول اللي كانوا صنعوه وما كانوش عارفين هما بيصنعوه ليه بس دلوقتي فهموا وبتاخد السهم وبتحط عليه سحر وتدي الانبو ورجعوا للقرية اللي زومي كانت جمعت الناس بتوعها وهي تحت سيطرة الشرير وبتقول الناس ان هو معادها لأي امراض عندكه ولازم كلنا نسمع كلامه في نفس الوقت اللي رجالته كانوا داخلين الغابة علشان ياخدوا الدهب وبتوصل لامو انبو وبتقابل الشرير وبطلعه عارفين بعض لا وكمان بيطلع ان هو ابو انبو اللي ما كانتش عارفاه وبتقول لها انه ما كانش من القبيلة فليا كورونا نجح بسهولة ان هو يسيطر عليه ما عجبوش الكلام وتحول لوحش كبير وخطف زومي بس انبو تشجعت واستخدمت السهم السحري اللي ما موتها دتهلها ضربت الوحش بيه وقدرت تقضي عليه وتنقل زومي وبعدها بيظهر الراجل ده اللي بيطلع هو ابو انبو قبل ما إليا كورونا تتحكم فيه وبيلبس النظرة بتاعته اللي كانت سبب ان اتوك يكتشف الشرير لما لبسها وابوها الحقيقة وبيقومه ساعته وبتكتمع العيلة للمرة الاولى والاخيرة وبنعرف ان هم ارواح ولازم يمشوا باباها بيوسيقاتك عليها وانه لازم يعملها زي بنتو وبياخدوا بعض ويد في ايد ويرجعوا الشجرة من جديد وبتعيش انبو معاتك وزومي وتومون وبومبا كم وصلت انهاية فيلميناء يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا وقالت في كلمة ونص هتزيد بيك واحد وما تنساش تفعل الجراز علشان يظهر لك الفيديوهات بتاعتنا اول باول